في أجواء يسدها التفاؤل بتكرار إنجاز الموسم المنقضي غادرت بعثة اتحاد العاصمة أرض الوطن يوم الأربعاء باتجاه العاصمة التركية سطنبول التي وصلتها في مساء اليوم ذاته الرحلة جرت في ظروف عادية وهادئة واصط رغبة شديدة لا دار فرحات على إنجاح هذا التربص الذي سيدوم 12 يوما وتتخلله بعض المواجهة التحضيرية وليس أن يتجهل في ребята في أجواء يقولون أن يكون القلوة الوطن يوم القلوة يموضل بإستمرار الكبير من أجده ولا يومنا وضحة لإنجاح لن نعرف مستقبل الأمدن على حوات العامدان ولكن نحسن في حوات العامدان يقولون أن تكون قد تجوئين في العامدن لن نعرف في الموجود الأمدن على حوات العامدان على الشعر التركيب با مت Londر يحسن لحوات العامدان بإمكان بعض المعامدين في الملس لذا كان كلها توجد في التعبال في التنفيذ هذا ما فقدنا من فجراء الامر لافقاً لذلك سيكون المكان سيتون إنه لذا فقرائنا الأفضل لكن ليس لذلك فقط هناك جد Rice هناك جدد لكن لذلك ليس لذلك فقط لذلك يكون المكان سيتون اهلا يشعر بشكل جيد و نفضل جديد ولكن اليوم لا يوجد حيث انه م happening قد اشتركوا في هذه الفترة ومساعدوا الجيدة ومشارة بالمجرد نعم لأجب كنت تفتحين اشتركوا في القناة انه نحن نعرف من يتساعدوا نبدأ بملاح في سيبر كوب شوبيونا إن شاء الله نحضرهم ملاح بعثة الاتحاد التي ترأى سهار بوحداد ستقيم بفندق اسطنبول بوستنجي أين سيحاول تقني الفرنسي فيلود إعداد كتيبته من كافة النواحي للموسم الشاق الذي ينتظرها خاصة في منافسة رابطات أبطال إفريقيا علما أن الفريق يستهل الموسم الجديد في ملاقات مولودية الجزائر في كأس السوبر في رحلة البحث عن الانطلاقة الممتازة للموسم الجديد للإشارة فإن إدارة حداد نجحت في الحفاظ على كافة الركائز بما فيهم الحارس زيماموش واللاعب المتألق فرحات ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر